الله 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 ما لنا مولى سوى الله كل ما نانيت يا الله اهلا بحضراتكم في الفقرة الاخيرة وهي استراحة ايمانية وضيفنا فيها الاستاذ دكتور جمال عبدالسطار والكلام حوالين سورة الانعام دكتور جمال لماذا اخترت سورة الانعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصواته السلام وعن سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه الله ثم أما بعد اهه انا ما اخترتش حاجة هو ربنا سبحانه وتعالى بيسخرنا ويستخدمنا لما يريد العمد في القرآن بصفة خاصة هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى انا عايز اقول للسادة المشاهدين النهاردة انا لما اتصلت بالاستاذ محمد ناصر كنت في غاية السعادة الله يخليك وانا كمان يا دكتور انا صلت بالدكتور محمد ناصر ففتح الكاميرا وانا بتكلمه فليقيت المصحف والمعجم المفهرص لألفظ القرآن فبيني وبينك انا في نفسه قلت خلاص شكلي مش اشتغل وانا سيدنا محمد بعد كده هو اللي يشتغل حلها وحديه وانا يجيب مراجع واشتغل فقلت والله هذا من توفيق الله واللي اكثر من ذلك ان انا وجدت تطابق انا معلم في التفسير على نفس الفقرة اللي احنا بنائشها اسم محمد وقف عندها فعلمت او فهمت ان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته امر الثاني حقيقة صورة الانعام من الصور التي لي علاقة بها خاصة فانا من احب صور القرآن لنفس صورة الانعام ولي بها علاقة خاصة منذ زمن ومن اكثر الصور التي تؤثر فيها فقدرا لما تحدثنا عن صورة تونس كانت في علاقة بها وشكلنا يبقى لنا نتكلم في صور القرآن بصور مختلفة بعد ذلك ان شاء الله لاني برضو نعايز اقول حاجة في الموضوع بداية ان كل الصورة لها شخصية مختلفة فاحنا عندينا عدد صور القرآن عدد شخصيات فمش تتكرر مفيش تكرار في القرآن الكريم كل الصورة لها مواصفات خاصة بيها واحنا لما نتكلم عن صورة الانعام يعني خلينا نتكلم بالبلد نازم نتقدب لان صورة الانعام تختلف عن صور القرآن كلها صورة الانعام من الصور الخامس صورة في القرآن تقريبا الصورة كبيرة من الصور الطوال ولكنها خصصت بأنها نزلت مرة واحدة يعني الصور الطوال هذه بتنزلها خمس سنين على ثلاث سنين كلما تنزل آية النبي يقول ضعوها في مكان كذا أما صورة المائدة فنزلت مرة واحدة الانعام نزلت مرة واحدة في ليلة من ليالي في مكة وهي صورة مكية وهي أول صورة مكية في القرآن في الخمس آيات الصور هذه واحدة الأمر الثاني أني ورد أن هذه الصورة نزل معها سبعون ألف ملك ولهم زجل بالتسبيح يعني سبعون ألف ملك يزفون صورة الأنعام وهي تنزل من السماء إلى الأرض وهم يسبحون الله سبحانه وتعالى هذا الحديث بن عباس نعم صورة الأنعام من أكثر الصور التي ذكر فيها لفظ الجلالة ف87 مرة لفظ الجلالة ذكر فيها الله وتقريبا هذا نصف آيات الصورة تماما تقريبا 150 فهذا نصفها كلمة الله بذكرة ما يقول من 50 مرة هو 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 كذا 37 مرة 34 مرة قل للنبي صلى الله عليه وسلم ودي برضو عدد دا لم يذكر أو 44 مرة قل قل كذا قل كذا قل كذا واذا لم يذكر في القرآن بهذا الحجم أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم صورة الأنعام لها خصوصية كمان حتى في مسماها يعني لم يختلف العلماء في تسميتها وسميت بهذا المسمى لعبرة أولا لأنها ذكر فيها اسم الأنعام ست مرات لكن لها حاجة تاني أن الحجج التي فيها والبراهين التي فيها والأدلة التي فيها على وحدنية الله وعلى العقيدة السليمة وإزالة الشبهات وكل هذا من لم يستمع إليها ويؤمن بها فهو قد ألغى عقله وألغى ما أعطاه الله من مفهيم ومن سمع ومن بصر فهو كالأنعام لهم قلوب اللي يفقون بها ولهم آعمل اللي يصنعها ولهم آذن يسمعنا بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ولذلك هذه الصورة لها تلك الخصوصية التي تغرس العقيدة في قلب المؤمن وتبين وتزيل الشبهات في عقل غير المسلم واستخدمت أدوات المحاججة وعلمت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو وكيف يقول وكيف يؤتي الحجة قل 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 ولذلك كلمة الحجة لأنه قل دي الله يعطي لنبيه الحجة التي يتحدث بها عن القرآن والتي يدعو بها الناس لذلك حتى في الصورة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدكم أجمعين وسيدنا إبراهيم في نفس الصورة وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه فتلك البراهين والحجج أعطاها الله لأنبياء ليستخدموا في صورة الأنعام إذن فنحن على موعد مع صورة مخصوصة زفتها الملائكة إلى الأرض النبي كان يسبح حينما نزلت هذه الصورة وذكر من سقلها أنه كان يركب الجمل وتأطى الجمل والنبي عليه صلى الله عليه وسلم كل هذه الأجواء الربانية وكل هذه الأجواء العظيمة تعطينا صورة من الوجل ونحن نتحدث عن هذه الصورة وتعطينا أيضا صورة من التفكر والإبهار لما فيه تلك الصورة من آيات ومن دلائل وإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ معا في هذه الصورة طيب خليني أنا الحياة بقالي كتير مع الصورة دي من ساعة محددك وعدتنا بيها وأنا يعني هقول لك بس ما دارا بيني وبين الصورة وأنا كنت أريتها كتير جدا وأريت ما ذكره السيد أود برحمة الله لكن أنا مبارح وأنا نايم عدت النظر فيها مرة أخرى لإني سمعت الآية اللي بتقول قل لمن في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خاسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون نعم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم نعم فأنا سألت نفسي هو ربنا لما يقول وله ما سكن في الليل والنهار نعم لما قال شوه السميع البصير نعم فتوقفت عند ما سكن في الليل وده اللي دار بني وبين حضرتك نعم فاكتشفت أني العليم ذكرت في هذه الصورة في عدة مواضع ذكرت في الآية تلاتة وتلاتين مم وأيضا ذكرت في الآية خمسة وتلاتين مم وذكرت في الآية مية وحد عشر مم وذكرت في الآية خمسة وعشرين وأيضا يعني هي كانت يعني إذن وذكرت أيضا في الآية ربما بس عشان نرجع لها تاني دول الآيات اللي ذكرت فيهم كلمة عليم نعم فسألت نفسي له ما سكن في الليل والنهار نعم ما الدرر يعني أو ما المانع أو يعني لماذا خص العليم ما سكن في النهار بالليل والنهار وهو السميع العليم نعم ما الفكرة نعم أولا بالليل الأصل فيه عدم الرؤية كان يقول هو السميع البصير فالناس بالليل الأصل فيه العلم كويس والخفاء هذا أمر بصفة عامة تمام والله تعالى لا يخفى عليه الشيء وفرده اللي في السماء لكن كمان كلمة سكن قد تعني استقر يقول لك أنت سكن فين آه يعني لا تعني ما يتحرك استقرار استقرار أنت مقيم فين أي الإقامة وله ما كان في وله ما كان في الليل والنهار ده من أحد الدلالات تمام وسكن ما كان متحركا وسكن لأنه ما أقول لك اللي سكن ما باش يسمه ساكن يسمه جامد سابت لكن ما سكن تحرك ثم سكن بعد ذلك فسكن تحرك أو سكن استقرار المناسب لحكاية العلم آه مش للرؤية مش للرؤية وده المناسب وما في آية في القرآن ختمت إلا بما يتناسب مع دلالتها فما بجيش كده على بصير السميع العليم ولا حكيم على قبير لها دلالة قوية كل ختمة آية لها دلالة عميقة بكل آية ذكرت فيها طيب حضرتك قلت لي إنه ربنا الآية دي نموذج نعم الصورة دي قصد دي نموذج للحجة وإقامة الحجة نعم أنا فكرت في حكاية له ما سكن في الليل نعم أو بالليل والنهار ما سكن في الليل والنهار والسامي العليم ففكرت هل ممكن يكون هل أنا سؤالي هل ممكن يكون استخدم ربنا في محاجدك أو في الجدل مع الناكرين أو اللي بيجحدوا أو اللي عايزين يتعلموا استخدم الحجة مرة بالعقل نعم ومرة بالصورة الجميلة والصورة الجميلة للجنة نعم ومرة أيضا بالعلم أن هناك أشياء لا ترى نعم ولكن تعلم تعلم نعم هل ده ممكن يكون حقيقي أنه يكون ربنا استخدم أكتر بالترهيب مثلا لما بيكلم على الجهنم وعلى الجحيم نعم بالتحدي مرة لما بيقول لو متوا اطلعوا تاني ربنا يقول في كتابه ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل يكون للناس على الله حجة بعد الرسول تمام يعني ما تقوليش اللي بقاعد يسمعنا ده وقت هو مسلم ولا كاف حتى تمام أي حد هيسمع صورة الأنعام وأنا عايز بين قوسين كده أستعر المقدمة الجميلة متحضرتك أن إحنا حتى لو متحدث عن صورة يونس أو صورة أنعام فإحنا بنقول السادة المشاهدين إحنا بنحاول نوجد قنطرة بيننا لإزاي نتفاعل مع الصورة مش نقراءة فقط لأن القراءة المجردة ما بتعطيك في شخيات الصورة فده نحاول نتضرب ونضرب بالناس معنا فبالتالي استخدامات الصورة الصورة هذه استخدمت كل وسائل الإقناع العقلي والنظري والتليخي والقصص في هذه القصص سيدنا إبراهيم لدلاية الحج واستخدام الأفاق والأنفس وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغيرها معروشات وكلمك هذه الآية الصورة كلها وقفوا على النار أنا أقول الحضر لك الصورة دي لها ثلاث مصارات أساسية كل الآيات في الغالب الأعام في ثلاث مصارات أساسية المصاري الأول بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى بيصف الله كيف يومن بي وهي ومن أول الصورة الحمد لله خلق اسم الأرض وجعل الظلمات والنور وهو قل هو القادر وكذا وهو القاهر على أن يبع وهو أنشأ جنات مع رشاد وغير مع رشاد جاعل لملكة لا فاتر السموات والأرض وهو يتعم قل لمن ما في سرد قل لله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البل والبحر وما تسقط من ورقة إلا أعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كل هذه الآيات إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل والنار ساكن وتعبيرات القرآن في الليل في النهار في الشمس في القمر فالق الحب والنوى وفالق الإصباح آيات الله تعالى من أول كلمة إلى آخر كلمة يتحدث فيها عن الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن الله عن 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 الله خلاني نبدأ من هنا دكتور نعم وأيضا عن قدرة الله يعني يعني في الآية معرفش يعني الآية بتاعت قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصر في الآيات ثم هم يصدفون هي دي لها معنى هو طبعا بيكلم عن الله بيكلم عن قدرته عن صفاته عن رحمته سبحانه وتعالى عن علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات أرض ولا رطب ولا يابز إلا في كتاب كل هذه دلالة أكلم عن الله ولذلك لو بدأنا الصورة حتى في الحديث عن الله لنا فيها دلالة ضخمة جدا أول أول آية في الصورة عندنا الحمد لله الذي خلق السماوات وأرض أول حاجة بيأكد القرآن لوجود الكون إن ربنا أوجد الكون كله الكون اللي هو السماوات والأرض بالمناسبة جعل الظلمات والنور بعض قبائر ومنها قبيلة هجر كانت تعبد إلهين إله الظلام وإله النور فالله تعالى ذكر الظلم والنور لأنه جعل خلق سماواته وجعل الظلمات والنور فبقى أصبح حزم من المخلوقات ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يأتون يعبدون غيره كما يعبدونه سبحانه وتعالى إذا يبقى دلالة وحقية وجود المخلوقات التانية بقى وهو الذي خلقكم من طين حقية يعني الأول الكون حقية الكون لكن التانية حقية المخلوقات خلقكم والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى التالتة وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم أي الذي أحاط بالكون وأحاط بالمخلوقات معا يعني ثلاث آيات دول لتأكيد وجود الكون لتأكيد خلق المخلوقات لتأكيد الإحاطة بهما معا لكن في معنى في الآية لحظة ذكرتها رائع جدا إن ربنا يقول الحمد الذي خلق السماوات والأرض فهنا بيسموه إيه إنه ملك المكان مكان السماوات والأرض لكن آية لحظة قلتها وله ما سكن في الليل والنهار هنا الزمان آيو صح فالله تعالى في هذه الآية خلق المكان والآية الثانية خلق الزمان طيب إحنا نقول إيه نقول أي أن الله ملك المكان وملك الزمان وإذا كان هو سبحانه وتعالى من ملك المكان وملك الزمان فالمكان والزمان ليست آلات نحكم بها عن الله سبحانه وتعالى فهو خارج إطار المكان وخارج إطار الزمان لا يحاكم الله سبحانه وتعالى إلى سنن الزمان والمكان فهي من مخلوقاته سبحانه وتعالى دكتور بيقدم ربنا في الآية دي أو في الصورة دي مجموعة من الحجاج ممكن تدينا مثال عليها سريع عشان عندي سؤال فيها بقى طيب إحنا ناخد من أول يعني هو عايز إقناعك بعبودي بإلوهيته صح نعم وأنك أنت عبد نعم يديني بقى مجموعة من الفترة يعني ناخد أول واحدة مثلا هو قالوا لو لو أنزع عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقدر أمره ثم لا ينظرون لا أنا بكلم على الصور يعني مثلا هو الأستاذ سيد وضبو بيكلم على أنه بالفطرة أنت تدرك الله وضرب مثلا بسيدنا إبراهيم قال هذا أكبر هو طبعا القصة الوحيدة في الصورة ذكرت لهذا الكون لكن من الحجج الموجودة هو ما في شوف الصورة عبارة عن حديث عن الله ثم حديث عن شبهة من الشبهات ثم كلهم كذا كلهم كذا ثم يعود مرة أخرى حديث عن الله خالينا وحاكدوا عن الله دي كانت صورة للجنة مثلا مثلا كانت صورة للنار وعذاب النار بما يتناسب غالبا مع الشبهة التي تقال يعني حديث عن الله مش منفصل عن الذي سيتحدث عنه أنا عايز حديثك تدرب مثلا عشان ندخل الناس ما احنا مثلا بنقوله أول واحدة وقالوا لأنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقود الأمر ثم لا ينظرون ده نموذك من نماذك دي لو ناخد عايز ناخد حاجة تانية ما فيش مشكلة تصدى طيب هم تمنوا أن يكون أنه ما يجيش رسول يعني حتى قالوا له أما وجد ربك وغيرك يا محمد مش كان ننزل حاجة لكن هو ربنا بقولهم إيه ولو جعل له ملكا طبعا الملك هيكلم معكم إزاي هينقشكم إزاي هيعلمكم إزاي فلازم يتمثل في صورة رجل أيها وإذا تمثل في صورة رجل يبقى رجل خلاص يبقى إيه الدلالة إنه ملك ولو جعل له ملكا لجعل له إيه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون فشوفوا المنطقية العقل المجرد بيعلمهم بالمنطق المجرد إزاي يأول حاجة تمام يا فني نقول تاني لو إحنا خدنا أي شبه وقالوا لو لا أنزل عليه آية من ربي وقالوا لو لا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله قادل على أي نزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أحمد اتفضل فإن تكمل وقالوا لو أنزل عليه آية من ربي قل إن الله قادل على أي نزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجانحيه إلا أمن أمثالكم طيب تمنوا لو لا أنزل آية من ربي قل إن الله قادل على أي نزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا أعطهم نموذك من آية دي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجانحيه إلا أمم أمثالكم هو هنا مش بيجاوب على السؤال مباشرة بيولد عندهم كما بيطلوب يتولد عندنا ان احنا ننظر في كونه لنرد على الأسئلة وما من دابة لما الواحد ينظر في الطائر ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالكم لهم رزقهم ولهم إنجابهم ولهم أولادهم ولهم الله صحيح تكفل بهم وفي الحديث يعني لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم ما يرزق الطائر تأخذوا خماصا وتروحوا بطانة فأمم أمثالكم يعني تأمل في الكون وانت هتصل إلى فكرة الله في جزء بالله إنك إنت لو كل الصورة بتقولك إيه بتقولك استخدم الأدوات اللي عندك استخدم السمع الموجود لعندك استخدم البسط لذلك ربنا بيقول له لو عقبتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قربكم من إله الله يأتيكم به هجلكم منين من أين هأتي به دي مفاتيح الإدراك فمفاتيح الإدراك إذا استخدمتها يقينا ستوصلك لله أنا بس بقولك بقى الله وقال رسول ده بقولك استخدم أدوات اللي عندك يقينا ستوصلك الله حلو جدا مش كده ربنا بيحط يعني بيدينا صورة إلا بالترهيب القوي جدا عن عذاب النار أو عن الموت نعم وبيحطوا قدامها رد ممتاز بس ربنا حكم في الصورة دي ان ناس دي مش هتفهم تهاي تهاي هجيب لحضرتك يعني مثلا ربنا يقول إيه يعني ولذلك أنا استغربت ولو أنزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إليه مفيش فايدة هذه واحدة لا مسموه في صيف بالراحة مهو إذا أنزلنا عليك كتاب في قرطاص وبيحكي ما يحدث عندهم لو عملنا كده هيقول لك كده ولو عملنا كده هيقول لك كده مزبيعكم عليهم أن يعملوا كده طيب تمام تمام من عصد أقولها هيقول لك كذا طيب أكمل مع حضرتك معلش آآ قول أغير الله قول إني أخافهم طيب بيقول لك مثلا آآ الحكم هو والذين كذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صرات المستقيم حكمه نعم تم كامل إيه تاني مش يسفي أسوة أحكام مش حاجة واحد طيب أنا ما هجيلك اللي فضيع عندي اللي فضيع عندي خليك معي يا دكتور الله بحقص بس اللي فضيع عندي إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله يعني اللي ما بيسمعوش لا مش كذب يعني الموت يبعثهم الله هو إنما يستجيب الذين يسمعون اللي بيسمع يعني ده ما توقف هنا في آية تانية بتقول ومنهم من يستمعون إليك صح مش كده دكتور بس هاتا أنا ما رأس ومنهم ما يسمعوا إليك ده تعاملهم واجعلنا على قلوبهم أكنتا ينفقه وفي آذاني موقع دي في آية 25 أيوة ما معنى يستمعون هنا وما علاقة الموت يعني إلا علاقة الربط بين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم بالله موقع واحدة إنما يستجيب يؤمن يؤمن ويتيقن الذي يسمع يستفيد يستخدم يتسمع بطريقة صحيحة يفكر فيه يعني الذي يستخدم الحواسة تفكيرا وعلما سيكون مؤمنا يقينا اللي بيستخدم الأدوات اللي ربنا عطهاله سيوصله هذا الاستخدام إلى الإيمان المجرد ما علاقة الموت بالموضوع الموت الذي لم يستخدم الذي لم يستخدم الحواس ويستخدم العقل ويستخدم السم ويستخدم بصر ميت ومن كان ميتا فأحييناه في الصورة دي في الصورة دي صحيح 32 نعم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ما هو اللي ما استخدمش سمعه وما استخدمش عينه وما استخدمش عقله ماشي في الظلمات ليس بخارج منها ما يقولش ربنا ما خلقنيش من الظلمات طب يا دكتور أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس كمن مثله في الظلمات مثله مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانا إذن الموت اللي بيقصدهم الله هنا في الآية الأولية الذين لم يستجيبوا الذين لم يسمعوا لم يستخدموا عقولهم لم يستخدموا أسماعهم لم يستخدموا أبصارهم من الذي يحيي الموت؟ الموت هنا لفظ معنوي أَوَ مَنكَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُمْ ميتًا ميْتًا فَأَحْيَيْنَاهُمْ ميتًا هنا بلالة على الجهل المطبخ تمام جدًا من اللي أحيى بقى؟ أحياه الله تعالى أحياه يعني ما هو أحيى؟ أعطالوا سمعة وأعطاله مصد فاستخدمه فوفقه إيمان الحكم ربنا هو هو اللي بيديك يعني في حكم إلهي أصدقل يعني يا فندم أنا أصدقل لما ربنا يقول لما ربنا يقول اللي هي الآية بتاعت الله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقه وفي آذانهم وقعه هو اللي جعل ربنا اللي جعل أصدقل هو لا يحدثه كويس جدا أحسنت أنا خلاص وصلتني جلس لك الله سبحانه وتعالى خلق الناس وكلفهم وعطاهم الإمكانات وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب وهدينه النجدين ماشي فمن اختار طريق الخير أعانه عليه وسنيسره لليسر وسنيسره للعسرة ولذلك كل ميسر لما خلق له كل يعمل على شكلته ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فلما تبتدئ بالهداية ربنا يوسع عليك يفتح لك أبواب الهداية لما تطلب العلم ربنا يعلمك لما تطلب الحلم ربنا أرزقك الحلم لما تطلب الصبر ربنا أرزقك الصبر لما تشتغل في الضلال ومن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد حتى إذا وذلك في الصورة دي فلما وقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضلاء لعلهم يتذرعون فلولا إذيهم بأسنا تذرعوا ما تذرعش ولا حاجة ولكن قصت قلوبهم وزيناهم الشيطان وكان يعمل الخد بقى فلما نسوا ما ذكر به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بمؤوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم بلسون من كان في الضلالة فليمدد الله الرحمن مد ربنا بيسر لك وأن يسره لليسرى الموفق للخير ولذلك حتى تقول يا موفق طاعنا وفقنا لطاعتك ولذلك من سعى إلى الخير أكمل الله له وفتح له أبواب الخير ومن سعى إلى الشر فتحت له أبواب الشر هو اللي سعى آه يعني ده مش حكم إلهي مقدر يعني قدر مقدوم آه خلاص بلما الحساب ما هم هنا قالوا في الصورة دي بقى تعال بينا قالوا لو شاء اللهم أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ده في آخر صورة الأنعام آية 148 سيقول الذين أشركوا شوف تعبير القرآن بقى مش قال لك حد آل مرحد ولا مستشرق ده القرآن بيقول لهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء حرموا من شيء عن إيه لأنهما اشتغلوا في التحليل والتحليم حرموا أبقار واشتغلوا مش هرعين فبقوله لو ربنا شاء ما كناش إحنا أشركنا ولكننا إحنا لحرمنا شيء ده زي مين كده زي اللي بيقول لك وقت كده ما هو ربنا لو عايز الحجاب كان خلق الناس بالحجاب آه مخلوقنا آيه فألعوا اللبس بقى أقول له إيه لو شاء الله كلا بيس كنت نازل آيه فربنا تعبير القرآن بقى أشوف إيه سيقول الذين كذب الذين من قبلهم فيه قراءة تانية كذلك كذب الذين من قبلهم آه كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسانه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا طيب أنت ممكن تقول لي شوف بالله حكي أشخاص محمد ممكن تقول لي إيه الدليل اللي عندك بيأكد لك إن ربنا مش كاتب لك الهداية ومش كاتب لك إنك تؤمن فعشان كده أنت أشركت تبتقول لنا ربنا أراد أنا مش هشرك طيب مين لقلك إنه ما أرادش أنك تشرك مين إيه الدليل ربنا بقول لك قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إنت تتبعون إلا الظن إنت ماشي وراء هواك لأنه ربنا كلفك وبعط لك عقل وعط لك عين وعط لك رسل وكتب ولكنك لم تسمع شوفوا القرآن بالراحة بيكلموا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم قل فلله الحجة البالغة إنه أرسل لكم رسل وأنزل لكم كتب وأعطاكم سامع وأعطاكم بصل وأعطاكم عقل فلو شاء لهدكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين أشهدون أن الله حرم هذا فإن شاهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء معنائي معلش دكتور قل هلما تبنى في حاجة أكثر من دي كمان قل فلله الحجة البالغة ما قلت ليش أنت فلو شاء لهدكم أجمعين ما هو مضوع خالصه لا هنا في حاجة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدكم أجمعين يقول حتى الإمام الفقر الدين الراضي في تفسير إيه دي يقول إنهما إذا كان إيمانهم الإيمان ده يعني بمزاجهم يعني دون إرادة من الله سبحانه وتعالى لو أراد الله سبحانه وتعالى لأرغمهم على هذا الإيمان فالله لا يريد أن يلغمهم على هذا الإيمان لا يريدوا إيمان جبلي يريدوا إيمان اختياري ولو شاء أجبركم جميعا على الإيمان ولو شاء لهدكم وبالتالي لا يعني ذلك أنه منع ناسم الإيمان فلو شاء لهدكم أجمعين ولكن المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يريد أن يجبركم على الإيمان طيب أنا عندي سؤال إذن الإيمان هو المحطة الناجين طيب 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 طول بالك دكتور لأننا توقفت عند الآية دي والله يعني سبحان الله وسألت نفسي عليها سؤال الآية اللي هنا بس أنا مش لقياه دلوقتي هل يجوز أنه مؤمن يبقى ظالم بس أقول الآية الثانية اللي خليك أنا مش عارف هي فين هي رقم كام لا أهيئا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم تدون وتلك حجتنا طيب قبل تلك حجتنا مين اللي هم ممكن هل يجوز الإيمان مع الظلم هو الآية بتقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون عنكم أشركتم دكتور إيراب الراحة الله يخليك عشان أنا كمان أتعلم الإرائية وكيف أخاف سيدنا إبراهيم بقول لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بها عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون يعني اللي أمن بربنا ولا اللي كفر هو الأحق بالأمن الأمن النفسي والأمن الاجتماعي فالقرآن بيجيب بقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لن يأمن في هذه الدنيا إلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنا سؤالي بقى يا دكتور كيف يكون الشخص مؤمن وظالم خاصة يا دكتور خاصة إن ربنا ذكر الظلم في نفس الآية أنا سعيد إنك سألت السؤال ده ليه؟ تب استنى دكتور يقولي ربنا وقد نعلم أنه لأحذنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اللي يرحضون أنا سعيد ليه ما تبقلت ليش سعيدناك سألت السؤال ده في هذه الآية ليه لأن الآية دي لما نزلت الصحابة سألوا النبي يا سلام سألنا بالسؤال ده وأينا لم يظلم نفسه أيوة في الحديث كده في الآية دي لما نزلت الذين أمنوا ولم يظلموا إيمانهم بظلم خلاص راح يتعلينا على كده نحنا كمان قاري يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فوفصر الله النبي صلى الله عليه قال الظلم إن الشركة لظلم عظيم شوف الظلم هناك بقى إن الشركة لظلم عظيم فالظلم المقصود هنا بالشرك يعني الظلم طيب ما هو برضي دكتور لسه سؤالي يعني رأس اللذين أمنوا ولم يظلموا من بشرك طيب إزاي يكون مؤمن لم يلبسوا إيمان أنواع الشركة كتير أيوة أنواع الشركة كتير أيوة دكتور أنا دلوقتي آمنت بالله وبكتب وملائكة والحاجات سهل عندنا إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك أيوة أنا عايز أفسر دكتور اتفضل ما هو كيف يعني تمت يعني معنايين ضد بعض إيمان وظلم يعني سؤل أو سألني بسلم أي ظلم أعظم قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك يعني تجعل له شريك ترائي في العمل يعني مثلا أنت أقول والله أنا أنا صلي أنا بتصلي بتصلي ربنا هو لكن الناس أقولوا عليك مصلي زي ما مثلا دربت من شوية آآ آآ دكتور جمال آآ آآ شرك نعم إنك أنت معتمد على وظيفتك أو على حد معين هو اللي يقول لك ده ده هو اللي ينفع هو اللي يضل هو اللي يعطيني هو اللي يمنعني هو اللي يحي هو اللي يميت إنك أنت ترائي في العمل ترائي في الجهاد ترائي في الدعوة ترائي في العلم ده شرك كل هذه أنواع شرك ودي مشكلة كاليسة كبيرة ولذلك الشرك بيتسلل لإنسان المفروض يكون حديث أحرص يعني مشكلة مش في العمل مشكلة في إخلاص العمل طيب وده يفسر بقى هنا يا ربنا لما يقول للرسول قد نعلم أنه نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون أيوة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات النجاح بس دي لما معنى آخر قريش كانت تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أمانته فما كانت تنفح تقولون تكذاب لأنهم كانوا يعرفون أنه الصدق الأمين فكانوا ما يستطيعونش يقولون أنت كذاب محمد وذلك قالوا انت كاهن دساحل لأنه تعارف عليه الناس وقبل الإسلام بالصدق الأمين فأبو جاهلي بقوله إيه بقى بقوله إحنا ما نظرش نكذبك ولكن الظالمين بآيات الله إحنا مكذبين الآيات مش مكذبينك إمتا آه تمام نروح للآية 111 بعد إذنك دكتور بنيتوقفت عندها برضو الآية 111 منها هرجع تاني حضرتك دلوقتي الآية 111 بسم الله الرحمن وكذلك جعلنا لكل النبيين عدو ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة أيوة وكلمهم الموتة وحصلنا عليهم كل شيء قبله ما كانوا يؤمنوا إلا أن يساء الله ولكن أكثر من يسهلهم دي المرة الرابعة اللي ربنا بيذكر الناس بالجهل يعني ذكرها في الآية مثلا 35 في الآية 35 بيكلم على إنه جهل يعني أكثر من مرة ربنا هنا بيربط ما بين إنكار الحجة والجهل الله يفتح عليك لذلك العلماء هذه الآية هي وإن كبر عليك وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجهلين كل مرة يقوله حاجة ويقوله الجهل أنا عايز أقول هنا الجهل مش معناه عدم القراءة والكتابة الجهل أن يكون عنده تصورات خاطئة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش اسمه غائم الأمي أمي آه صحيح أمي فأمي هنا مش معناه لا بالعكس أمي ممكن يكون عنده تصورات صحيحة أكثر من عندهم علم أيه لكن الجاهل هو الذي عنده تصورات خاطئة فتصورات خاطئة أن يفعل أفعال خاطئة أو أفعال تخالف المنطق وتخالف العقل وتخالف الدين لذلك مجاهل طيب يا دكتور معلش نزالك حتى يعني نرجع للآية 35 تاني بعد إذن حضرتك نزالك سيدنا يوسف مثلا لما دعا أولي تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين أفعل أفعال الجاهلين أسقط في المعصية فالذي أسقط في المعصية جاهل حتى وكان أعلى من الناس طيب الآية 35 هي وينكبر عليك كان نكبر عليك خلاص دكتور إحنا راحت لي صحيح مش كده فندق نعم لكن هو دي برضو ألم حدق جبتها ده بتدينا دلالة آه كان متأثرا من إعراضهم رغم كل الأدلة أيه وحتى في الصورة يقول عن لك باخع النفسك ألا يكونوا مؤمنين فربنا بيقوله يعني كنت انت تعبان جدا من إعراضهم ده فأعمل بقى خلاص فإنت استطعت أن تبتغل نفقا في الأرض تنزلهم في أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يعني مش تعمل حاجة يعني أنت لا تكلف نفسك فوق طاقتك طيب نرجع للصورة للآية 121 سريعا الآية 111 مره تانية ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا وكلمهم الموتة طيب وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون يا سلام يا دكتور ربنا يفتع عليك والله بس أنا هلم نفسي دلوقتي حاليا لا تفضل أنا بقى توقفت أدام الآية الآيات ما الفرق بين الجاهل هنا والجاهل في التانية دكتور بتحذير فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم ربنا يقول له إيه وإن كان كبر فإن استطعت أن تبتغي أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الجاهلين فلا تكون من الناس اللي عندهم تصورات خاطئة ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله يعني بنا يحكمها بقى أنه يؤمنوا لكن بالمنطق المعتاد لهم مش هيؤمنوا لأنهم معاندون وإذا جاءتهم كل آية اللي يؤمنون بها وإذا جاءتهم كل آية لا يؤمنون لأنهم جهلاء طيب دكتور معلشي لماذا يصف الله الممكرين بآياته وصفهم مرة بأنهم ظالمين نعم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نعم وصفهم مرة بالجاهل نعم وصفهم مرة في قصة إبراهيم لما قال وإسقال إبراهيم لأبيه أذارت أتتخذ أصناما إني أراك وقومك في ضلال نعم مبين ما الفرق يعني لماذا يعني تم توزيع الوصف مرة بالظلم مرة بالجاهل ومرة بالضلال الظلم الآية بتاع الظلم بتدل على الشرك الظلم بتدل على الشرك كويس لأنه ظلم نفسه فأشرك بالله سبحانه وتعالى تمام تمام كده الضلال الضلال الخطأ في التصورات أو التصرفات مش ده جهل جهل بس ده فيه جهل فكري وفيه جهل عملي أيها يعني وهو بيعمل كذا أخطأ في كذا فده ضلال يعني وأنا ماشي في المكان الفلاني توت عنه معرفتش أوصله فضليت الطريق آه طب والتاني والتاني أنا قاعد هنا وأنا فهم دوقتي إن إحنا في المنطقة الفلانية أنا قاعد في تركيا وإحنا مش قاعدين في تركيا أو إحنا قاعد الجو في الخارج مثلا مطير وهو مش مطير فنعيني تصورات خاطئة فالجهل تصورات والضلال أفعال وسلوكيات آه طيب يا دكتور ربنا يكرمك يا رب لا أنا أنا أفتكرت يعني حاولت أفكر يعني ودي حاجة جيد جيد نادى ما أعملها إن أنا إنه في الآية سيدنا إبراهيم كما يقول للأستاذ سيد قد بإني بتدل على الفترة فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما قفلت قال يا قومي هو بيقول دي الفترة إني وجهت واجهت لذي فترة طيب أنا بس هنا في الآية بس هات الآية أنا أفتكرت لما ربنا يصف هنا بيصف بالضلال على أعتبار إنه اللي بيكلمهم سيدنا إبراهيم هم قادة الرأي فبيضلوا الناس أما المجموع العام فيصفوا الله بالجهل شوفي تعبوا بقولوا إني أراك أنا شايفك إني أراك وقومك في الآية مبين شايفك وماشيين في الطريق خطأ مش تصورات فقط لأنا شايفك وماشيين في الطريق خطأ أنا تصورت إن ربما يكون دي حديث لقادة الرأي هو رائع برضه لو دي لالته في هذا لأنه هم دول اللي بيضل الناس يضل الناس بغير المفاهيم يضلون الناس يضلون الناس اللي يعطوهم مفاهيم خاصية صحيح وده القادة الرأي دائما شغلتهم من الإضلال أي صح لكن المجموع العام يصفوا الله بالجهل الضبط مجموع مجموع الناس ده أنا كويس يا دكتور بقول لك بعد كده شكري بشكل عني سؤال الأخير في القصة دي اللي هو قل إني أمرتو كم يدكتوب علينا قل إني قلتو أنا عبرنا بقصة الله الدين ولا إيه دي ولا يا أسف أنا أجيبها دلوقتي هي ضعت مني لا ده في الآخر في الآخر في الآخر في الأول قل أغير الله تتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرتو أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من مشركين طب أول من أسلم إزاي وما سيدنا أبرين فين في هذه الرسالة سيدنا وكل واحد أول من أسلم في رسالته مش أول من أسلم في البشرية كل نبي هو أول من أسلم برسالة بتاعته دين الأنبياء كل الإسلام تمام جد وكل نبي كان أول من أسلم برسالته بس طب أنا لما بقولها أقولها إزاي إزاي يعني في حاجة برضو المعنى ده تكر قبل كده في آية تانية فيه وأمرتو أن أكون من المسلمين وأن أكون أول أنا أكون أول أنا لما أقولها أقولها أول برضو إنت مين أنا كمحمد ناصر ونوقف أصلي سوري ونوقف أدعي ربنا ناس مش بقرأ القرآن أنا أدعي ربنا فيه دعاء كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه برضو وأنا أول مسلمين فيه حاجة كده دعاء فكت تسأل نفسي دائما كيف لا هي وأنا أول مسلمين هنا قل إن لا شريك له بذلك أمرتو أن أول مسلمين عندنا في الصورة دي قل إن صلاتي ونسك ومحياة وماتي أيوة لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرتو أن أول المسلمين ده أصلا دعاء افتتاح الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما بين التكبير والقراء إسكات قبل ما يقرأ كده السوق هو ده بسيط كده قبل ما يقرأ الفتح أه فسأله سحابه قال ماذا تقول رسول الله قال يقول إن صلاتي ونسك ومحياة وماتي لله رب العالمين بيسمدوا على استفتاح بذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنا ينطبخ عليك أنا قرآن تقرأها كده يعني أسلم مش بكلم عن نفسي أنا بقرأ آية قرآنية أنا بقرأ آية قرآنية وإن أقول أغير الله أتخذوا لي فاطح سنضي وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن المشركين أول من أسلم بالرسالة التي ترسل عليها طيب قل برضو هنوصل لكل الوقت خلص وعايد الوقت زعلان ومصطفى زعلان علي لسه معناش حاجة علي قل إني أخاف إن أعصيت ربي عذابة يوم العظيم أنا السؤال هي ده أنا للرسول صلى الله عليه وسلم إن يؤسى ربه لو كانت الخمسة لو كانت الخمسة تقسم على سنين لكانت زوجية لا ما حمد ما تلب الأي هي أخد أحل أحلى 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 هي أخاف أنا على سيطرة هي أكيد هي دي لو الخمسة لو أنا أقول لك لو أن الخمسة تقسم على اتنين لكانت زوجية أمشkiego تقسم إيه الخمسة أنا مش troisième الموضوع أصلا لو أنا رقم خمسة أنا بقول لك لو أنا رقم خمسة يقسم على اثنين لكانت رقما زوجيا لا هي رقما زوجيا زايدا اثنين ونص أرقام صحيحة يعني لو يقسم على اثنين لكان رقم زوجيا دكتور تدخلتين في موضوع تعالي إزاي مش الخمسة دي نصها اثنين ونص لو كان يقسم على رقمين صحيحين لكان زوجيا صح بالصح ما أنا مش فاهم أنا لو فاهم أقولك أيه لو كان يقسم رقم خمسة لو كان رقم خمسة يقسم على رقمين صحيحين طب أنا أعمل له إيه ده أنا بقولك مثل بقولك مثل لا بلاش نعم ساداشر لا ده سو هيحل لك دي هحل لك دي يعني لو أنا قلتينك أنا قد أفكر فيها طويلي إزاي خمسة تتقسم على اثنين تطلع رقم زوجي صحيح مش صحيح لو لو أعمل إيه يا دكتور بقول ده أنا عدح الله أقول إزاي دي فزول لو أنا رقم خمسة لا أنا بقولتينك لو أني قلتينك أن رقم خمسة يقسم على رقمين صحيحين لكان ست مش كده ما ينفعش يعني لو أنا رقم خمسة قسم على اثنين لكان كل واحد فهم ثلاثة بس ده مش صحيح خلاص خلصت لا مش هاهم يعني قل إني أخاف أنا عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني لو أني عصيت لكنت أخاف الله سبحانه وتعالى من عذاب أيوة ماشي بس ده الرسول صلى الله عليه وسلم مش معناه أنه عصى مش معناه أن الخمسة بقت ستة أنا فاهم يا دكتور بس إزاي خايف بيقول لنا قل إني أخاف إن عصي لو أنا عصيتها خاف ما أنا فاهم الآية طيب بس إزاي رسول يعني زي ما بيقول ربنا عن سيدنا موسى صنعناه هو بيعلمنا بيعلمنا جديد بقول قل لهم ده أنا لو عصيت إني أنا نبي أخاف آه يعني كبترون كنموذج ما ولك كل الخمسة والستة عشان كده بقولك ده نموذج لها دكتور ما أنت تتوهتين ما هي الخمسة ما تقبلش القسمة على رقمين صحيحين فأصبح المثال غير صحيح فمش فما دلش على صحته دي الفكرة أنا أصدت دكتور ما أنت جيت من حيطة برضو أنا وبيني وبينها عداء يعني طيب يا دكتور عشان بس إيه عشان آخر حاجة بس أو بصة عشان عمالي قولي آخر حاجة في مشهد مرعب هنا جدا اللي هو بتاع الموت أنا مش عارف هو فئة كام أنا كنت معلم عليه كثير في أفضل لا اللي هو بتاع هات أي حاجة أجيبه على ده آه ولو ترى ومن أظلم ممن أفترى على الله كذبا أو قال أوحى إلي ولم أوحى إلي شيء لا مش إلي أيوة صح ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم آتي الآية والنبي الآية رقم 93 تقريب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهوني بما كنتم تقولون علي غير حق وكنتم عن آيتي تستكبرون ولا قال جئتمون لا لا نعف عن المشهد ده هو ربنا حطتهم قدام مشهد بيتكرر يوميا وقدام عنيهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهوني نتوقف هنا دكتور نفس الآية دي اتكررت في صورة الواقع نعم فكرني كده بقى دكتور في صورة الواقع في صورة الواقع في مشهد زي ده بالزبط أنا أتذكره لكن ده مش بكتش لا يا فندم مشهد موت وإحنا حوالين الميت ولكن آه آه لا في الحقة لا لا في الواقع صورة الواقع آه حد يفكرني يا جماعة بالصورة الواقع وأصلا الصورة أنا كنت زمان آه هو ربنا بيحطك قدام مشهد آه إنه آه إنه إن الروح بتطلع والناس حواليه ولكن لا ننظر أو لا نرى أو لا نسمع في نفس المعنى أنا سؤالي هنا بس أجيب الآية راحت مني خالص الآية سؤالي هنا يعني ولو ترأيز الظالمون في غامرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اخرجوا أنفسكم ما الداعي لهذا التحدي يعني وهو ذكر في آية بعد كده سورة الواقع ما الداعي هو بيقولهم طيب ما مش الظالمون بس ما كله شمعنا الظالمون هو هنا بيقولهم أنا جبت لكم الأدلة كلها آه بيخوفهم بقى بقولوا بعد الأدلة دي آه تذكر هذا المشهد عشان تخاف أيوه تذكر هذا اليوم عشان تخاف تسافك الحالة دي فأنا جبت لك الأدلة دي لو ودت على الظلم ده هتبقى حالتك بهذه الطريقة آه ولذلك علق عليها بالآية اللي بعدها ايه آه بقولوا على قد يجئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يعني لحد فيكم جاب اللي كان بيعبدوا ولا جاب الصمم ولا جاب الحجر ولا جاب الشجر ولا جاب عيسى عليه السلام ولا جاب أي حد كتبه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة محدش هدفع عنك محدش هيجي معاك الناس اللي انتوا كنتوا سبتوا القرآن وسبتوا السنة ومشيتوا وراهم تخلوا عنكم جميعا لقيت الآية فلولا إذا بلغت الحق وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون مش المشهد المشهد نفسه ومشهد الموت هنا بيقول ربنا ولو ترى إذا الظالمون هنا بيكلم سلط الظالمين لكن في الآية دي بيكلم الناس كلها الآية بتاعت الوقت بيكلم الناس كلها فيها لكن هنا بيكلم عن الظالمين حالة الظالمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن المؤمنة الحديث إذا جاءته سكرات الموت جاءه ملك حسن الوجه وطيب الرائحة ويقول اخرجي أياتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج سهلا هينا حتى وكملت الحديث فهنا فيه فارغ بين خروج النفس الطيبة يا أياتها نفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ففيه فرق بين خروج النفس الطيبة وخروج النفس الخميزة أياتها نفس خروجي إلى غضب من الله وسخط فتتفرق في أجساده من خوف منه فينتزعها الملك انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول تقطع الجسم تقطيعا ويخرج فالموضوع مش بسيط مش مجرد أن فلان مات يعني مات وبالتالي هو لا يستطيع أن يتكلم خلاص بيمنع منه الكلام هناك بلائكة موجودين أو الملائكة والناس كلها حواليه ولا تنزل ولذلك يقول الأول ما يعني ما يؤخذ من إنسان البصر شخصة أبصارهم خلاص ويرى الملائكة ويرى ما كانه ويرى ما كانه في الجنة أو في النار وبالتالي هو انتقل وانت موجود هنا ولا تستطيع أن تفعله شيء طيب ربنا كريمك يا دكتور لكن توقفت برضو معلش هو برضو عمال يقولي الختام 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 توقفت عند آية كريمة صورة جميلة يعني وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء إلى آخر الآية وبعدين يقولي يا فندم انظروا إلى ثمره إذا أثمر وبعدين يقولي إن في ذلك إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون طيب مش الصور دي قدام الناس كلها نعم انظروا إلى ثمره إلا ينظر إلى ثمره من أوله يا فندم فأخرجنا به نباتة كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبة متراكبة شوف حب المتراكب حب المتراكبة في الضرأ حب المتراكبة في الرمان حب المتراكبة بعض رصة علمية ومن النخل من طلعها قنوان دانية قنوان دانية القنوان جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه مشتبه أن كله في أرض وحده ومية وحده وفي زرعة وحده وغير متشابه في الألوان وفي الأطعمة وفي الأشكال يعني مشتبه وغير متشابه مشتبه في طريقة الزراعة وحتى في الخضر أو في الماء أو في الأرض ولكن النبات مختلف والنتيجة مختلف الطعام مختلف الشكل انظروا إلى ثمري انظروا في حتة واحدة انظر كيف خرجت الرمانة مختلفة عن الزرع مختلفة عن الزتوم مختلفة عن العنب في طعمه وفي لونه وفي دقته من فكر في هذا لا يملك إلا أن يقول الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وأن الناظر في هذه الآيات بحق لابد أن يتحقق في الإيمان فإنها ثبتها لآيات لقوم يؤمنون ولا هو اللي هينظر إليها زي ما نقول كده حسب من تداخل الكتاب فمسأل لما تخش كده على زرع متشابه مشتبه وغير مشتابه تقول والله المهندس اللي ده عبقري زي ما الراجل قال في صورة الكهف على الجنة بتاعته ما هو ألعب قري الألعب قري هنا مين الأمن لأ في واحد هيقول سبحان الله زي ما حتك بتقول كده الفلفل جنب الطماطم يا سبحان الله ده حراء وده حلب في واحد تاني هيقول هو بيعلمنا إيه بيعلمنا الفكرة نتحدث كتك كلمت عنها بقى بيعلمنا إيه بيعلمنا إن إحنا لو أعملنا عقلنا هنجد نفسها تحققنا بالإيمان من غير كلام لأن إحنا أحيانا بنعيشها وما إحناش عارفينها إحنا حتى كمسلمين مش بنبص فيها وإننا تعالوا لأن إحنا عندنا حاجة اسمها الفريدة اسمها الفريدة الغائبة فريدة التفكر التفكر في القلق وفي الكائنات حتى في القرآن يعني شوف إحنا بنحاول نطف حوالي آيات كده لكن معاني ضخمة جدا وفيها معاني كثيرة جدا تخيل بقى لو إحنا عادنا كل مرة نجيبها جنوعة آيات كده حيلا ومش عالي ومش مصطفى والناس دي وقعدين مع بعض إحنا الاتنين يا ربنا هديهم علي ومصطفى ويقعدوا شوية علينا يعني لكن على كل حال والله أنا بشكرك جدا الله يكلمك هو أنا بس كنت عايز أقول فيه السلف في الصورة في الآخر كده إذا بعد إذن علي ومصطفى أو لو مستعجلين لو مستعجلين ممكن يسبقون يعني وإحنا نحصلهم بإذن الله تعالى أولا الصورة دي بتدينا درس أن العقيدة مش نظريات يعني مش محفوظات العقيدة بتاخد وقت لغاية الناس ما يتربوا عليها لغاية ما تبقاش إيه معلومات بتبقى حاجات في خلاجات أنفسهم من في عقولهم من في قلوبهم من في أنفسهم دي نقطة نقطة التانية أن شمولية الإسلام الإسلام مش شكل بس ومش عبادة بس لذلك في آخر الصورة قل إن صلاتي ونسقي ومحياي وماتي لله رب العالمين طيب إزاي تبقى ماتك لله اللي ماته لله إزاي ومحياي وماتي إزاي كل من عاشها لله يقين أن سيموت لله إلا عيش لله أي ما يجل الموتى بقى هجل الله ويعيش لله يعني يعني كن عنده نية في كل شيء فأيما تأتي هو بيأكل هو بيشرب هو نايم هو بيلعب وحتى هو مع أهله في كل وقت عنده نية فيها فهو في عبادة فأينما يأتي الموت فهو في عبادة فتكون موته في سبيل الله سبحانه وتعالى فشمولية الإسلام بتقول لك النية في جزئية شوف العمال دلائل التذكير ودلائل العظة ودلائل اعتبار لكن في الوسط يقول لهم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغْرِ عِلْمٍ يا أخواني السباب والفحش والبزاء مش من أدوات الدعوة ولما تسبه هيسب إلهك ويسب دعوة فجيب الأزل لنفسك ويسب الإسلام بسببك وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ اللَّهِ كل الأديان السماوية أكدت عليهم قل تعالى وَقَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَقَلْ لَا تُشُرُكُوا بِيهِ شَيْئًا وَبِالْبُالْدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِنْ إحنا عندنا صلب المشكلة كلها في الصورة بتقولين عليها وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أيه لو أن الناس عارفوا حق الله ومقام الله ومكانة الله وعظمة الله وجلال الله وآيات الله وتفكروا في كونه سبحانه وتفكروا في آياته سبحانه وتعالى لعلموا قدر الله سبحانه ولكنهم جاهلوا مكانه وجاهلوا قدره وجاهلوا مقامه فوقعوا في المعصية ولو أن الإنسان تذكر الله حق التذكر وعلمه حق العلم ورقبه حق المراقبة لكانت شهوات الدنيا كلها عنده أصغر من كل شيء ولكنه حينما يضعف مقام المعرفة في قلبه يتلوّس في معصية الله وتلوّس في الزنوب ويقع في المعصية دون أن يذري ولذلك الصلاة بتأكلنا في الآخر وأن هذا صلاة مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سولة فتفرق بكم عن سبيل آخر حاجة للرسالة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أموهم إلى الله لذلك لابد أن نحن نتوحل على فهم القرآن وفهم السنة مش لازم تتعبد على طريق تحدي بعينه ولا تقلّ تحدي بعينه خدش على ربنا سبحانه وتعالى آيات القرآن سبتة الناس بيتهزد وقت فالناس المهزوزة والناس المرتجفة والناس البصلة غايبة عنها كل أنا معك في كل حاجة لكن بابا ربنا ما فيش نقاش ما فيش جدال وهو السابت الوحيد اضبط علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى ولا تكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعا كل حزب من الذين فرحون يعني هذه بعض وصيف الصورة بشكرك دكتور جمال والله لكن والله بشكرك امتعتني جدا امتعتني مرتين مرة بالسباحة او السياحة في داخل ومرة نبالح بالليل حقيقة ومرة تانية بالحوار مع حضرتك وان كان الوقت خلص خالص لاحظ دكتور الوقت خلص خلص لكن انا برضو علايت مع ذهني نهاية الصورة خالص ان الله سريع العقاب نعم فين الصورة نعم لو عندها تك رد اقل من تهتين سنة الدنيا بما فيها خفيفة سقيق قليلة جدا ليه لان ربنا يقولني يوم عند ربك كالف سنة مما تعودون اليوم عند ربنا كالف سنة مما نعود فكل ما كان في الدنيا فهو سريع الدنيا كلها سريعة كلها سريعة سريع العقاب اه انت خلاص ويوم ما نحشون كألم ينبسه إلا ساعة من النهار بلاغ فهليه لك إلا قوم الفسقين لا مسكين فهليه لك مسكين مسكين انه هو فكلنا طويلة ومخلت فيها وكلنا خلاص ولذلك يوم في النار بس وانا يوم وربنا يقول ايه لابثين فيها احقاب قرون طويلة اليوم فيها كالف سنة مما تعدوهن عفوانا وإياك هذا موضوع مرعب مش حاجة صغيرة لابثين فيها احقاب قرونا طويلة ولابثين خالدين فيها أبدا واليوم من الخالدين أبدا ومن القرون دي اليوم الواحد واني ومن عمد ربيك كالف سنة مما تعدوهن فبنا يفتعليك يا دكتورة تقبل منك بشكرا جدا بالحوار الرائع ده واستراحة الايمانية مع الدكتور جمال عبدالسطار انتهى الاسبوع الاسبوع بيجري وراء الاسبوع وبتخلص الحلقات هيا اقول لكم انا اشوفكم ان شاء الله يوم السبت لكن يوم الجمعة عندي استكمال لزواج رياض غالي رياض بشارة غالي من الاميرة فتحية فؤاد الاميرة اخت الملك فاروق عندي الجزء الاخير منها كيف تزوج رياض وما الذي حدث بين رياض وفتحية على قناتي على اليوتيوب هكمل الجزء التاني الى ان اراكم يوم الجمعة ساعة 12 على قناتي تصبحوا على وطن حر سبع على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة